اهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل اتكلمنا كتير على اعلان الرسم لرئيس من الناحية الاقتصادية السياسية الامنية وطبعا يعني توصلنا لبعض النتائج امنيا يعني مش معناه بسط الامن بشكل كبير هيبقى فيه شغل لكن من ناحية المقابلة بفيه شغل من ناحية السياسية الى حد كبير هيبقى فيه نوع من الاستقرار الاقتصادي بنأمل زي ما قال دكتور مصطفى ضيفي بنأمل ان ده حقق نوع من التوازن الاقتصادي المطلوب دلوقتي في البلد الكلمة دلوقتي هتروح لخابرنا الامني سيادة لوها فؤاد علام وكنا عايزين اتكلم على نفهم استادة المشاهدين خريطة الحركات الاسلامية المتربصة بينا جوه وبرا وهل هم ازاي بيتصلوا مع بعض خاصة احنا دلوقتي لسا النهاردة الداخلية عاملة موضوع رقابة على يعني التواصل مواد التواصل او مواقع التواصل الاجتماعي شوف هو كان بيمثل هذا الطيار او اكبر فصيل كان بيمثل هذا الطيار كان جماعة الاخوان المسلمين انا بعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين في هذه المرحلة تعرضت لاكبر ضربة يعني ستؤثر فيها الى سنوات بعيدة وطويلة جدا لكي ما تسترد جزء مما كانت عليه سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا لانه لاول مرة في تاريخ هذه الجماعة تفقد ظهرها الاساسي الى وهو الظهير الشعب يعني كانت على مدى الكذا وتمانين سنة اللي فاتت كان اهم شيء بيدعم الاخوان المسلمين في اي دولة من الدول كان الظهير الشعب وخصوصا في مصر مصر كان يعني لاسباب تاريخية كثيرة ولزروف سياسية متعددة كانوا بيكسبوا الشارع اكتر من اي حاجة تانية خصوصا بالخدمات اللي كانوا بيقدموها انا ازعم النهاردة وانا شفت بنفسي ولمست ومتأكد انهم فقدوا هذا الظهير بنسبة ضخمة جدا 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 يعني لم يعودوا مقبولين في الشارع المصري بحال من الاحوان اقرب مثل هذا في قرية في مركز منية النصر في محافظة دهلية منذ اسبوع بلد اسمها برنبال ودي بلد مسؤول الاخوان في محافظة دهلية كلها واللي كان بيمثل قوة مهمة جدا في الاخوان تعرض هو واسرته واهله وبقيت الاخوان لطرد من القرية بالكامل لانهم قابوا بمظاهرة ضد السيسي مع ان القرية كانت طول عمرها في التصويت الانتخابي مع الاخوان المسلمين ده بالنسبة الاخوان فويحنا بنتكلم عن شكل الجماعات الاخرى هو الخطير في الموضوع ان الاخوان فطرة حكم محمد مرسي نجحوا انه هم يجمعوا مجموعات ما هيش متفقة معهم مذهبيا او عقائديا من فيه اختلافات جزرية في فهمهم الدين نفسها هل ده كمان نشط موضوعه لما عمل عفو عام عن بعض الاسماء ده احد الوسائل يعني هم كانوا بيسعوا الى تجميع قوات وافراد ومجموعات مذهبية لها معتقدات معينة المحور الاساسي في هذه المعتقدات انهم جميعا يؤمنون بانهم جماعة المسلمين وان من عداهم ليس مسلمة جمعوا هذه المجموعات وامكن تسلحهم بنوعيات وكميات من الاسلحة تفوق الخيال تفوق يعني لقوا بالك ومسر لانه اعلن قبل كده ان بعض الاسلحة لم تكن موجودة لا في الشرطة ولا حتى في القوات المسلحة من ناحية النوعية ومن ناحية الكمة ايضا الحمد لله اقدر اقدر اقول لحضرتك انه هذه المجموعات وجهت لها ضربات امنية مؤسرة جدا بدأت من سيناء ثم امتدت الى داخل الوادي واكبر ضربة مؤسرة لهذه المجموعات الضربة اللي تمت في الاناطر الخيرية عندما اكتشف اكبر مخزن للتسليح اللي تلاقى فيه حوالي 3 طن متفجرات من نوعيات متقدمة جدا 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 انا لو اعرف ان هنتكلم في هذه النقطة كنت جبت لحضرتك بيان بكم الاسلحة والمواد المتفجرة جبت اللي تم ضبطها في المرحلة الاخيرة الوضع ايه بقى النهاردة الوضع النهاردة انه الفكر ده للأسف الشديد في مجموعات كثيرة في كثير من الدول العربية والاسلامية بل والدول الاوروبية وحتى في الولايات المتحدة الامريكية مقتنعة ومعتقدة ولديها قناعات بانه هذه المفاهيم من صحيح الدين الاسلامي وان عليهم واجب انهم يقيموا الدولة الاسلامية هم عندهم لوبي معين بقدر يوصل وجهة نظره بشكل صحيح في الدول دي هو للأسف الشديد ان التكنولوجيا الحديثة سهلت عملية الاتصال يعني الزمان كان عشان توصل معلومة او تعليمات او بتاع كان بيتولى شخص داخل التنظيم كان بيطلق عليه اسمي صابت الاتصال النهاردة لأ بالموبايل ممكن بالانترنت ممكن بوسائل لاسلكية ممكن او من التقدم التكنولوجيا استخدم استخدام سيء جدا في هذا المجال سهل عملية توصيل المعلومات وتبادلها بيوس وصعب من مهمة الامن رغم ان الامن يعني من ناحية تكنولوجيا يتقدم جدا في هذا المجال واصبح لديه القدرة ان هو يكتشف بعض حالات هذه الاتصالات بطريقة علمية فنية اللي حاصل النهاردة او اخطر ما هو موجود الان ان بعض الدول ما زالت بتدعم هذه الطيارات وهذه المجموعات وهذه التنظيمات بشكل او باخر لو شفنا اللي حاصل في سوريا شيء خطير جدا لان الدعم الخارجي مش بس ماديا وعسكريا ومن ناحية السلاح لا حتى بالافراد الحمد لله في مصر سيطرت على الحدود اللي كانت بتمثل نقطة ضعف خطيرة جدا سواء الحدود الجنوبية او الشرقية او الغربية اقدر اقولك وانا مطمئن تحديدها الغربية ليبيا اقولك انا بقول لحضرتك انه القوات المسلحة اي مبدور رائع في هذه المرحلة الشرطة تولت المنطقة الجنوبية وحطة خطة وفيه اجهزة فنية علمية جديدة مكنتها انها نقدر نقول ان بقى فيه سيطرة على الحدود بنسبة ضخمة جدا 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 الخلاصة ان هذه المجموعات داخل مصر على وجه التحديد بدأت تفقد قدرتها انما مش حيمنع هذا انها تنجح فيه القيام بتنفيذ مجموعة من العمليات خصوصا ان ما زال بعض الدول وما زال بعض الامكانيات بتقدم ليهم بطريقة او اخرى سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة الامر اللي نتوقع معاه منها ومع العلم او مع الاخذ في الحسبان ان اجهزة المعلومات اللي هي متخصصة فيها ما يعني صحيح استردت بعض قدرتها انما لم تصل بعد الى القدرة اللي كانت موجودة من قبل عدة سنوات اللي نقدر نقول بيها ان احنا مطمئنين انها قادرة انها تقضي على الارهاب في وقته يعني انا مش متخصص كخبير امني لكن ليه سؤال للاخ فؤاد علام او فضلا حيث ان تحليله اللي هو سيته يعني افاض فيه الداخل والكاري ان القوة دي تلازلت موجودة لكنها ضعفت الى حد صحيح الى حد ما وخصوصا الظاهير الشعبي اللي كان بتزمتع بيه في محالة مقيم ده الاخوان الاخوان ما هو اهم مجموعة لا يا فن مش الاهم الاخطر المجموعات الاخرى يعني انا اهمسك الاخوان على سبيل المجموع الواضحة الصورة يعني هذه المجموعات حتى المجموعات الارهابية انا درت افهم من حديث سيادتك بان حدث ضعف في هذه الاتجاهات لاسباب كثيرة لكن الازالت موجودة ومن المحتمل ان تقوم ببعض العمليات مظهور على الجانب الاخر حيث ان هناك رئيس جديد قادم وبتمتع بشعبية الى حد واضح ماذا تنصح الدولة المصرية في المرحلة القادمة حتى تستطيع انها تؤكد انتصارها على هذه القوى الاخرى اطمئ حضراتنا فيها لا لا مش جس نب يعني ما يسعدني ان انا استمعت المشير السيسي في تعليقه حول سؤال في هذا الاتجاه وتأكد انه دارس القضية كويس اوي وفاهم ان مواجهة الارهاب ليست قضية ابنية انما هي قضية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية اعلامية دينية وهو فاهم المحاور الست صحيح ما استفدش فيه تفصيلات انما ده يعطينا اطمئنان لان من خلال تجربتي على مدى اكثر من خمسين سنة عندما تمت مواجهة هذه المجموعات او هذه الفرق بالاسلوب الامني فقط كانت النتيجة سلبية بنسبة اكتر من ستين سبعين في المية وعندما اتبع الاسلوب العلمي باتباع منظومة متكملة لهذه المحاور الستة كل محور منهم لخطته ام كان القضاء على الارهاب بدءا من سنة سبعة وتسعين لغاية مقامة ثورة 25 يناير انا عايز تعليم من ست اللواء على موضوع الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي شوف هو الموضوع ده بيعطي في اتجاهين لا مش اتجاهين او اتجاه واحد الخارج على القانون يتم متابعته بكل الوسائل المشروعة وفي اطار قانوني مفيش اجراء غير قانوني حيتبع في هذا الشيء مو زي ما الناس فهمة ان احنا عندنا 20 مليون مشترك في الانترنت حيتم متابعتهم ومرأبتهم ولو انه في اجهزة عالمية قادرة وبتعمل فعلا وبترائب وبترصد وعندها معلومات متوفرة عن اعدار مش بس الـ 20 مليون اللي في مصر لا ده مليارات في العالم كله نما بالنسبة لنا احنا اللي حيتم متابعته اللي حترض معلومات بتشير الى ان هذا السايت بيستخدم في توصيل معلومات او حد ما مرأبة المشتبهين مش بس المشتبهين يعني في بعض السايتات بيشرح ازاي تركب القنبلة ازاي تفجرها ازاي تفجر عن بعد اخطر من كده اسلحة نووية كيفية تصنعها بوسائل بدائية ونجحت في بعض الدول نجحت في الصومال نجحت في افغانستان فمثل هذه لابد من اتخاذ اجراءات من حيال انما ما فيش مرأبة تتعارض مع الحريات العامة زي البعض ما عاوز يسير زوبعة سياسية في اطار الفوضى اللي موجودة لا الخارج على القانون او اي محاولة للقيام بتدبير معين في اتجاه القيام بعمل اجرامي هو ده اللي حيتم مرأبته واتخاذ اجراءات قانونية حياليا اه انا نروح بقى لدكتور اه 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 محمود وعايز اتكلم على في اطار استعدادة الاحزاب بالشكل السياسي لانتخابات البلابانية التحالفات اه والله اتركز التحالفات لا مش بس التحالفات اه اه عاوزيننا اطمئة عكس كلما قاية الاحزاب السياسية كلما كان ده كأنصر مهم جدا في مواجهة القضية الامر ما هيجي اه يرد دلوقت دكتور محمود يقول طب احنا لواخدين 20% بس من البلابان بقدر يا دكتور اه بالنسبة لبقى استعداد الاحزاب للاتخابات اللي جاية والتحالفات مفتوح لهم الفردي اه هو ده مسألة محتاجة ان احنا برضو ناكد عليها اللي في لفؤت بمسألة مهمة جدا هي حكاية العشرين في المية والثمانين في المية ليس تقسيم بين الاحزاب والمتقلين لانه العشرين في المية هي للقوائم لتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور مش للاحزاب فقط يعني من الممكن بحال من الاحوال ان تكون فيها تمثيل حزبي كما ان هناك تمثيل حزبي في المقاعد الفردية ايضا فهي المسألة البرلمان مفتوح للاحزاب بشكل عام المقاعد الفردية اهم بالتأكيد هم اكتر وهما يعني لها دلالة اكتر على شعبية الحزب وعلى شعبية المرشح بحال من الاحوال في الدواير يعني ممكن الاحزاب تاخد من الفردي يعني ممكن الاحزاب تاخد من الفردي يعني المرشحين الفرديين هيكونوا تحت مظلة حزبية جزء كبير منهم وفيه جزء من حقه ان هو يكون موجود بشكل مستقل طيب بالنسبة للتحالفات شايفة ازاي بالنسبة للتحالفات والكلام عن التحالفات مع حزب المؤتمر بالنسبة للتحالفات نعتقد ان التحالفات مسألة مهمة جدا وثبت اهمية التحالفات بين الاحزاب وخاصة بعد تجربة جابة الإنقاذ وكان من المنتظر أن يكون هناك تحالف ضخم تحالف انتخابي ضخم من أغلب الأحزاب المدنية اللي موجودة ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على بعض الأحزاب التي ترى أن لهم بعض التوجهات الانتخابية اللي ممكن تكون ملأمة ولكن هذه التحالفات إلى الآن لم تقر ولكن في مؤشرات للتحالف من بعض الأحزاب لأنه المسألة احنا لن نريد بحال من الأحوال أن يكون هناك تفتت للأصوات خاصة في بعض الدوائر أو فيما يخص القوائم المزمع إقرارها في خلال الساعات القادمة طبعا ما نقدرش بحال من الأحوال أنه ننزل بعشرة عشرين تلاتين قائمة ما نقدرش الحالة السياسية لا تستطيع تحمل أن يكون نرجع تاني لفكرة أنه في 150 مرشح في الدائرة و130 مرشح وفي دوائر كان فيها أكتر من 200 مرشح دا لن يتكرر مرة تانية مش هنقول أنه لازم يكون فيه تحالف انتخابي في كل الدوائر ولكن تنسيق على أقل الفروض أنه يجب أن يكون هناك تفاهمات في بعض الدوائر وإنت في نظر حدودك هذا التفاهمات دي هي ضرورة مرحلة ولا دا لابد حتى يعني يعني لمواجهة لأنه خطر من الفردي مثلا دخول الإخوان أو دخول فلول الوطني من ناحية تانية من ناحية الفردي هل دا مش بشكل ليكو خوف أو ألأ أو أنه خلينا نفكر في المسألة بشكل مجرد يا أستاذ آيبا لأنه لو فضلنا طول الوقت عندنا هذه الفزعات بحل الأحوال إذا كنا هنتكلم طول الوقت على الوطني وهنتكلم طول الوقت على الإخوان لا نعتقد بحل من الأحوال أنه تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مازال موجود بنفس الشكل والشيء الأهم الحقيقة لما نبص على الحزب الوطني ونتكلم على تنظيم الحزب الوطني الحزب الوطني لم يقعد موجود كما كان بتنظيمه فيه اشخاص لانه لو رجعنا للتاريخ القريب احنا بنتكلم على مش انتخابات 2010 انتخابات لابلها الحزب الوطني في عز جلال وخد 30% من اصوات مجلس شعب وانضمله كثير من المتحلقين حول السلطة فهي المسألة دعونا لا نبالغ في قوة الحزب الوطني لان الحزب الوطني الحقيقة بعد 3 ساعات من 25 يناير انتهى الحزب الوطني لم يعد هناك حزب الوطني ما حدش نزل دافع عن الحزب الوطني يعني انا اعتقد انه هناك احزاب اللي بيقولوا عليها احزاب كرتونية واحزاب ورقية فيه ناس ممكن تنزل تدافع عن مقاراتها انما ده ما حصلش بالنسبة للحزب الوطني فخلينا نحط الحزب الوطني كتنظيم انت قلت كمان انه يعني فلول مبارك والاخوان لان يتمكنوا من دخول الملمان ده الكلام نقلا عن تصرحات سابق اليك لما جيت علاقة على الفردي والقايمة يعني قلت كده ده عن ثقة ولا على المنومات لا احنا احنا بالنسبة لنا الحقيقة مسألة قيادات ورموز نرى بالتأكيد انها افسادت الحياة السياسية ودي كلها معايير سياسية ما هيش معايير جنائية وما هيش معايير لها علاقة بالفساد ولكن فساد الحياة السياسية بالتأكيد احنا لا نريد ان نعيد انتاج الفشل لا نريد ان نعيد انتاج دولة استبداد لا نريد ان نعيد دولة فيها ديكتاتورية لا نريد ان نعيد دولة ما فيهاش الحريات العامة وحو الإنسان ودولة القرى فبالتأكيد هناك رموز مش احنا كمصرين احرار بس ولكن المواطنين المصرين النهاردة بيشاوروا عليهم ان هذه الرموز لا نستطيع ان احنا نعيد انتخابها تاني او انتخابها تاني مش الرموز حتى بالنفس مع الوضع في اعتبار بن قوسين نظام الانتخاب في القرى والمحافظات بيكون بالعيلة يعني العيلة دي صوتها يروح لفلان على فكرة احنا ما نقدرش نقول ان دي حاجة بتدير حد يا جماعة احنا ما نقدرش نقول انه هذا مرشح لا وشعبية فده حاجة سلبية يعني ما نقدرش ان احنا نتهم الناس اللي هم شعبية ما نقدرش نتهم الناس انه رجل ذو ملاءة مالية يعني هل الملاءة المالية صوبة هل الشعبية صوبة مسألة برضو احنا محتاجين ان احنا نضبط بعض المعايير اللي الناس تعودت انها تستخدمها بشكل سلبي انما احنا في النهاية ماذا نبحث احنا عايزين ايه من مجلس النواب القادم احنا محتاجين كفاءات محتاجين ناس تمثل هزي المواطنين بشكل حقيقي مصريين بنتكلم على اكتر من 60 الف تشريع محتاجين ان احنا ندستر هذه التشريعات مرة اخرى فاحنا بنتكلم على مجلس النواب من اهم المجالس النيابية في تاريخ الحياة النيابية في مصر من 1866 لحد النهاردة فانا ارجو ان الناس يعني لما نتكلم على مجلس النواب ولما نتكلم على المرشحين المحتملين لهذا المجلس نحن نحتاج الى كفاءات المسألة ليست شعارات فقط وليس ان احنا نريد التغيير من اجل التغيير ولكن في النهاية خلينا نشوف الكفاءات فين وخلينا نشوف الناس القادرة على تمثيل المواطنين المصريين واللي يقدروا فعلا ان هم يعبروا احنا في مرحلة انتقالية بلها 3 سنين فخلينا نشوف مين القادر في ان يعبر به طب انت رأيك في القانون ايه القانون التأسيمة القانون مجلس النواب هو طبعا ليس مصدرش ليس في قطار القانون ليش القينة يا سيد عيما هو النظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية القانون مباشرة الحقوق السياسية كان عندنا بعض التحفظات او بعض الاقتراحات اللجنة خدت اغلبها بل بالعكس زادوا عليها بعد الاقتراحات مجلس الدولة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي احنا كنا مقترحين نظام ثالث الحقيقة غير النظامين اللي موجودين اللي هو بالفردي او نظام الاكثرية ونظام القائمة اللي موجود احنا كنا نرجو او نتمنى ان احنا ناخد بنظام القائمة النسبية المفتوحة التفضيلية ولكن البعض استصعب هذا النظام على غير ما كنا نتمنى يعني ولكن في النهاية احنا نتكلم على الواقع دلوقتي الواقع دلوقتي انه واضح انه الامور تسير الى فكرة انه هيكون نظام مختلط بين النظام الفردي او نظام الاكثرية ونظام القائم المطلقة كنا بنفكر ان احنا عايزين نزود ممثلي القوائم من 20% ل25% يعني يزيدوا ل150 نائب والحاجة التانية انه بدل ما يكون 8 قوائم مقسمين على 8 قطعات جغرافية تكون 3 قوائم مقسمة على 3 قطعات جغرافية بالشكل اللي هو خرج بيه طبعا لسا لم يقرر يعني بالشكل اللي هو حتى مقترح بيه في النقاش في المجالس العامة فيه خطر يعني بشكل خطورة على المجلس البرلمان ولا لا يوشكل لا مصحك هي مسألة خطورة يعني ما معنى خطورة عني وهي المسألة انه احنا عندنا نظام سياسي هذا النظام السياسي اقر فيه الدستور 2014 هي المسألة الحقيقة احنا كيف نشكل مجلس النواب هل نشكل مجلس النواب ثم نشكل او نقرر النظام السياسي ولا بنقرر النظام السياسي ثم نشكل مجلس النواب هي المسألة الحقيقة انه السادة الزملاء الافاضل في لجنة الخمسين تركوا هذه القنبلة خارجا وتنصلوا منها لانه الحقيقة من وضع النظام السياسي واقر النظام السياسي للدولة كان يجب ان يضع النظام الانتخابي لانه احنا ما نقدرش نحط العربية قدام الحصان طالما اقر النظام السياسي على النظام الانتخابي ان يخدم النظام السياسي احنا بنقول ان احنا في دولة رئاسية او دولة شبه رئاسية فاذا على النظام الانتخابي هو اللي هيقر شكل البرلمان اللي بيؤدي الى هذا الشكل اللي اقره الدستور فالمسألة النظام الرئاسي في اغلب الدول بيؤخذ بهذا الشكل اللي هو الغالبية او 100% بالنظام الاكثرية الحقيقة وفكرة ان احنا برضو زي ما قلت حالك محتاجين لضبط بعض المعايير وضبط بعض الالفاظ انه القائمة ليست فقط هي الديمقراطية في العالم وانه الدول الديمقراطية العريقة في العالم بتسير بالنظام الاكثرية امريكا ملاشيا بالنظام الاكثرية فرنسا بالنظام الاكثرية المانيا بالنظام الاكثرية انجلترا بالنظام الاكثرية فكرة القوائم النسبية ليست هي فقط التي تؤدي الى الديمقراطية وإلا كانت المسألة لها علاقة بنمط انتخابي معين في بعض الدول مش حكاية إن هذا النظام يؤدي إلى ديمقراطية أكتر أو أقل فالمسألة زي ما قلت لحضرتك محتاجين إن إحنا ضبط بصلاحات وإن إحنا فيه دستور بيحكمنا حتى مهما كان هو مش فيه تعدد نظم انتخابية في جميع أرحاء العالم يعني نظرنا الخريطة الدولية فيه أكثر من نظام فيه نظم فردية في إنجلتر فيه نظم نسبية في ألمانيا مختلط يعني النظم الخاصة بالانتخابات متعددة هو النجاح في إنك تختار النظام الذي يتفق مع الظروف التي تمر بها البلد اللي بتوضع في هذا النظام وهذه الظروف من الممكن يتغير من وقت إلى آخر وبالتالي النظام الانتخابي من الممكن يتغير من وقت إلى آخر فالفكرة الأساسية إذا كنت في المرحلة الحالية السؤال المطروح الظروف السياسية اللي بتمر بها المصر يعني الأفضل الظروف السياسية اللي بتمر بها المصر الأفضل النظام الفردي أم النظام القيمة أو الجمع منهم أو نصص منهم فإذا كانت القيمة قيمة مباقة أو قيمة نسبية إلى آخره من التفصيلات التي يمكن أن توجد في النظام الانتخابي أنا من الناس المؤمنين أن نظام الفردي بالنسبة لمصر في المرحلة الحالية حيث لم يترسخ بعد الوجود الحزبي بالشكل اللي هو يمكنه من دخول في نظام القوائم بشكل واضح هو النظام الأكثر ملاءمة لزروف مصر لكن الدستور قد جاء بنصوص تقرر ضرورة التمثيل المناسب لفئات معينة وهذا ما كان من الممكن أن يتحقق إلا من خلال جزء من أعضاء مجلس الشعب يكون اختيارهم بالقيمة والقيمة المطلقة لأنه إذا كنتش تاخد بالقيمة المطلقة لم تستطيع أن تحقق النسب الخاصة بالجماعات أو المجموعات اللي نص عليها الدستور لازم أطلع في فاصل دلوقتي يا دكتور مصفة وعايز أرجع وسألك سؤال التفكار اللي فيه السيولة النقدية أحد أم المشكلات المحتاجها البلد في المحل الجاية هنجيب منين ده السؤال هنجيب منين كيف توفيرها خليكم معنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة